اشتركوا في القناة وفتح مجالات جديدة من التعاون المشترك في المجالات المختلفة إضافة إلى تطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي والقضايا موضع الاهتمام المشترك وكان في مقدمة مستقبلي جلالة الملك المفدى لدى وصوله مطارك وللمبور الدولي سعادة السيد هشام الدين حسين وزير الدفاع رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد ريزال ميريكان ناين ميريكان نائب وزير الخارجية الماليزي وسعادة نائب وزير الخارجية الماليزي وسعادة السيد عدل يوسف ساتر سفير مملكة البحرين لدى تايلاند وسعادة السيد أجو السليم بن حاج يوسف سفير ماليزيا لدى مملكة البحرين وقد أدى صفاني من حرس الشرف الماليزية التحية لجلالة الملك المفدة رافقت صاحب الجلالة سلامة في الحل والترحال هذا وقد تفضل حضرة صاحب الجلالة لدى وصوله بالتصريح التالي يطيب لنا ونحن نصل إلى ماليزيا الشقيقة أن نعرب عن عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الوطيدة وروابط التعاون المثمر بين بلدين وما تحرزه من تطور كبير وما تحققه من تنام مستمر يجسد حرصنا المشترك ورغبتنا الدائمة وسعينا المتواصل لتوسيع أوجه التعاون بما يعزز المصلحة المشتركة للبلدين ويحاقق المنفع المتبادلة لشعبين الشقيقين إن مملكة البحرين وماليزيا الشقيقة تمتلكان نمدجان تنمويان ناجحان ومؤثران في محيطهم الإقليمي والدولي ما يزيد من طموحاتنا في علاقات ثنائية أكثر تنوعا ويدعم الطلعاتنا نحو تعاون أكثر وثوقا يضمن للبلدين مستقبلا أكثر إشراقا وخاصة مع توافر إرادتنا القوية والفرص الواسعة للعمل المشترك في المجالات كافة وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها من المجالات مؤكدين ثقتنا في أن لقاءنا بأخينا جلالة السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا ودولة الأخ دات السري محمد نجيب بنتون عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا سينطلق بعلاقاتنا لمستوى جديد يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين استنادا إلى المقومات المتينة والأسس القوية لهذه العلاقات من الاحترام والتقدير والتفاهم المتبادل التي من شأنها تفعيل أطر التعامن المشترك وترسيخ الصلاة والروابط المتميزة زيارتنا لهذا البلد الشقيق صاحب المواقف الشجاعة والمساندة لقضايا الأمة الإسلامية في مختلف المحافل الدولية تعد مناسبة جيدة لتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم اهتماماتنا المشتركة ويدعم سبل الاستقرار والسلم في المنطقة والعالم متمنين لشعب ماليزيا الشقيق دوام الرقي والازدهر ترجمة نانسي قنقر